الهالات السودة كانت برضو من ضمن الأسئلة اللي بتتكرر كتير قوي في حلقة علاجها إيه؟ وأسبابها إيه؟ خلينا نقول الأول الأسباب بصي الهالات السودة من الحاجات اللي أنا الأول بتطعم من عندك أنيميا ولا لأ؟ الهالات السودة في بعض الحاجات بتيجي إن هي بصي ربنا سبحانه وتعالى جعل إن إحنا جلدنا ده كله تحت دهن بتيجي عند العين بتبقى البشرة دي رقيقة جداً فبيبقى منش تحتها دهن كتير أو ده فيش دهن خاص غير رأة خفيفة قوي فكل ما البشرة دي بقت شفيفة بتبقى لواءات دموية اللي تحت منها باينة فيه ناس بيسيقوا استخدام المنطقة اللي تحت العين المنطقة اللي تحت العين لو أنا عدت أفرق فيها وضعك فيها كده هون أنا بقصر الشعيرات الدموية اللي موجودة هنا فإلي بيحصل الهالات السودة بتبتدي تباين فكل ما روح للطبيب يقول لي ما فيش حاجة أعمل إيه؟ المنطقة اللي تحت العين أرجوكوا عملوها باللطف عملوها كأنها وإدامكم حاجة كده ده هو عارف أنت القماشة اللي من خفنه أطحها هي كده بالضبط لو جبتي إيديك وأعطت عياتي وتفرقي في عينيك وتعملي كده هتقصري الشعيرات الدموية وده على المدى الطويل هو اللي بيعمل الهالات السودة؟ ده في ساعتها دوقتها ما أنت بتقصري شعيرات الدموية هتعمل إيه؟ تعمل دم أزرق كده شوية فأحمر فأزرق أوكي دي حاجة الحاجة التانية لما نيجي النشف لما نيجي النشف أرجوكو الفوطة ما نعودش رايحين جايين رايحين جايين اللي بيحطوا مكياج لما يجيوا بيشيلوا المكياج بيشيلوا إزاي وطلع بقى يبصي باقي بيعملوا إيدي الوقت بيحطوا المسكارة وبيحطوا الايلانر ووتر بروف علشان ما يسحشي وتيجي تشيلوا تروحوا جايبوا صابون ولا جايبوا حاجة وتقعد تدعك تدعك عشان تشيلوا عملت إيه؟ بوضت كل ده إنتي عايزة تحطي ووتر بروف خلاص يبقى تجيبي مزيل مكياج ووتر بروف وديجي نزيل كده نحطه في القطن المدورة ونغنغ منه ونحطه كده شوي نحش عيلينه طب أنا مش بستعاده موتر بروف يا دكتورة سامة يبقى اللي يزيل مكياج العين زيت الزتون نحطه برضو كده هو نروح كل حاجة طبطبة كده عشان أنا بعمل إيه؟ طبطبة المنطقة دي لو عملتيها كويس هتبقى زي الفل لما بيجي بقى بعمل إيه تاني بفضل الله؟ تلج نحط تلج هنا هوت شوية كده ونعملينه كم مدات نحط نجيب اللي هو القطن المدور دوت ونحطه في شاي أو نحطه في أي حاجة ونحطه في الفريزر إيه تلك كده نروح حطينه إيه؟ عليها دي الحاجة التانية إحنا لازم ترتيب المكان ده بس المكان دوت محتاج ترتيب دايما بحاجات متخصصة زي كريمات ماشي؟ بعملها إزاي؟ الكريم مش بكتره أنا بوسي لو أنا حطيت أنا بس عايزة حد كده يعني ركزوا بس في الحتة دي لو أنا حطيت اللي هو الكريم بتاع العين في ناس يعملوا إيه بقى؟ يقولك أنا عندي تجعيدة هنا يروح حطين الكريم على التجعيدة بس؟ دخل جوه العين ربنا سبحانه وتعالى جعل المحيط دوت دافي عشان كده دايما لما بتجيبي أي حاجة تلاقي مكتوب عليها أي حاجة للبشرة إنه اللي بتعاد عن منطقة العين بس ده اليوم حاجات معينة إيه اللي هي حصلها انتفاخ؟ ماشي؟ طب أنا جبت كريم للعين أو أي حاجة للعين بعمل إيه؟ بس أنا بحطهم فين؟ هنا على العظمة شايف أنا ماشي يا فين؟ مش جوه ده أنا هحط هناوات على العظمة في الحتة دي وقعد أعمل كده هو؟ هو ما فيش خمس عشر ده يروح ممتص الفوق لجوه طب لو أنا دخلت الكريم لغاية هنا هم هم عشر دي وخش جوا عنيك هم فهدل عنيك هو وجعتك هم يبقى أنا بعمل إيه كده؟ شايفين؟ وبعدين بوزعه كده أهو طب طبق كده أهي طب أنا عندي بقى مشكلة وعايزة حلها حل جزري هم فيه نوعين نوع أنا بحمل فيه نوع معين من الفيلر نازل لمنطقة تحت لا ايه؟ طمام نوع معين مش أي نوع طبعا إنه نوع هيكلكع ده بيعمل إيه؟ بيعمل لير بيعمل طبقة ده كريم؟ لا فيلر لازم يتعامل لازم عن طبيب طمام بنعمل إيه؟ بنحط طبقة يا لمية في المنطقة دي فإن اللي حصل هو دارت وحمت المكان دوت من الإيه؟ من أي حاجة من من أي لأن في بعض الناس عندهم الحتة دي رقيقة قوي ضعيفة دسا أكتر من ضعفاء الطبيعي أيوة لرجع أنك لما تيجي تعملي كده انت شاف الشعيرات تلايي الحاجات مش هكده دول بنعملهم فلر وبفضل لا بيقوا زي الفل وبيعط بها الفترة